وافق مجلس النواب المصري يوم الاثنين الموافق 29 يناير 2024 ميلاديا على تعديل اتفاقية مع البنك الاسيوي للاستثمار للتخلي عن الليبور واستبداله بالسفر اذا ما هو الليبور وما هو السفر ولماذا يتم التخلي عن الليبور من فضلك اشترك بالقناة دعما لها وفعل الجرز واعجاب وشير الفيديو لكن دعونا في البداية نبدأ بالخبر حيث جاءت موافقة المجلس على قرار رئيس الجمهورية بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن القرار المعروض واشارت اللجنة الى ان التعديل جاء استجابة من الحكومة المصرية لرغبة البنك الاسيوي الاستثمار في البنية التحتية في تغيير سعر الفائدة المرجعي من الليبور الى السفر اسوة بباقي مؤسسات التمويل الدولية الاخرى وعلى رأسها البنك الدولي ما يستلزم تعديل جميع الاحكام ذات الصلة في اتفاقيات القروض المبرمة بين البنك والدول المقترضة ومنها مصر لكن ما الهدف من التعديل من الليبور الى السفر ببساطة الهدف هو ايجاد سعر فائدة مرجعي اكثر موضوعية يصعب معه وجود تلاعبات غير مشروع لماذا السفر لان معدل السفر اكثر امانا لانه يخلو من المخاطرة التي توجد في الليبور بسبب التدخل البشري علاوة على انه يضمن عمليات عادلة وشفافة بعيدا عن التلاعب وخاصة في ظل الفترات الاقتصادية غير المستقرة اضافة الى ضمان الاستقرار المالي بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية ولنفهم القصة ببساطة وحتى نفهم الحكاية نوضح ببساطة الفرق بين الليبور والسفر الليبور هو سعر الفائدة على المعاملات المصرفية بين بنوك لندن على الودائع بالدولار الامريكي لاجل ستة اشهر ويعدد الليبور بمثابة معدل فائدة رئيسي مستخدم عالميا يشير الى تكاليف الاقتراض بين البنوك ويغطي معدلات الفائدة على عشر عملات اهمها الدولار واليورو والاسترليني واليند اذا ما العيب في الليبور ظهرت المشكلة في عام 2008 فضيحة التلاعب في سعر الليبور حيث قامت عدة بنوك اوروبية بتقديم تقديرات خاطئة لسعر الليبور الامر الذي ادى الى تحميل المقترضين بتكلفة اضافية غير مستحقة ونتيجة لاتساع الفجوة في الاسعار ولذلك قررت البنوك والمؤسسات التي تعتمد عليه وعلى رأسها البنك الدولي البحث عن سعر مرجعي اخر فكان السفر اذا ما هو السفر ببساطة ولماذا لجأت اليه مصر كغيرها من الدول والبنوك هو سعر فائدة ليلي مضمون بين البنوك وهو مقياس واسع لتكلفة الاقتراض النقدي بضمان سندات الخزانة الامريكية وقد تم انشاؤه كبديل عن الليبور ويعتمد السفر في احتسابه على المعاملات في سوق اعادة شراء السندات الحكومية وينظر اليه على انه افضل من الليبور لانه يعتمد على بيانات من المعاملات المرصودة بالفعل بدلا من معدلات الاقتراض المفترضة وبالتالي فهو اكثر امانا من الليبور لعدم تدخل العنصر البشري في احتسابه اذا الفارق ببساطة بين الاثنين ان السفر بعيد عن التلاعب البشري واكثر ضمانا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة